وفي ختام زيارة ولي العهد السعودي صدر البيان الختمي المشترك بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد السعودية إلى القاهرة ولقائه بسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أكد أنه انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة والمصير المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وقيادتهما حفظهم الله وشعبيهم الشقيقين واستجابة لدعوة من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بزيارة الرسمية لجمهورية مصر العربية يومين وكان على رأس مستقبلي سموه الكريم في مطار القاهرة الدولية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد استحب سموه إلى قصر الاتحادية حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية وفي جو سدته روح المودة والإخاء بما يجسد عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين عقدت جلسة مباحثات رسمية بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ورحب فخامة رئيس المصري بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود وعبر عن سعادته بزيارة سموه التي توطد العلاقات الثنائية المتميزة وتدفع بها إلى أفاق أرحب في جميع المجالات وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والإشادة بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة وتم بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في جميع المجالات بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتناول مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم مؤكدين على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي الشأن الاقتصادي والتجاري اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاريا بين البلدين الشقيقين ونقلها إلى أفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030 هذا وقد أكد الجانبان عزمهما على زيادة وطيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عددا من القطاعات المستهدفة بما في ذلك السياحة والطاقة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجيستية والاتصالات وتقنية المعلومات والتطوير العقري والزرعة وقد رحب الجانبان بما أعلن عنه من صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين ملغت مليارات الدولارات الأمريكية وتساوي حوالي 30 مليار ريال سعودي وما يقارب من 145 مليار جنيه مصري وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود كما تم أيضا إعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار أمريكي وقد أكد الجانبان على حرصهما على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات قد تواجهها كما أعلن الجانبان في شأن التعاون بينهما في مجال توليد الطاقة المتجددة تنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجا وات من خلال شركة أكوا باور وأشهد الجانبان بحجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين الذي يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال حماية البيئة البحرية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين خاصة في مجال المنتجات الزراعية وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين الشقيقين وأشهدت المملكة بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة جمهورية مصر العربية وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك الذي يهدف لتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي للشعبين الشقيقين ويعزز من قدرتهما على تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمات الدولية الأخيرة كما أكد الجانبان على عزمهما على إنهاء مفاوضات اتفاقية حماية والتشجيع الاستثمار والتوقيع والمصادقة عليها من الجانبين في أقرب وقت ممكن وذلك في إطار حرصهما المشترك على توفير بيئة استثمارية آمنة وتوفير القوانين المحفزة والجاذبة الاستثمار فيهما وفي مجال البيئة والتغير المناخي وانطلاقا من دور المملكة العربية السعودية في مواجهة تحديات التغير المناخي والمحافظة على البيئة ودعم جمهورية مصر العربية في استضافة دورة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قب 27 اتفق الجانبان على أن تتم إقامة قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في شرم الشيخ وفي الجانبين الصحي والتعليمي أبدأ الجانبان تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي وأكد على حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية كما رحب الجانبان برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين ودع الجانبان إلى رفع مستوى التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار وتشجيع الجامعات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية في البلدين على تعزيز التعاون البحثي في المجالات ذات الاهتمام المشتركة وفي الشأن السياحي والثقافي أكد الجانبان أهمية التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية في البلدين واستكشاف ما يزخر به كل بلد من مقومات سياحية بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين والمشاركة في الفعاليات والمعارض الثقافية لكل منهما وتوحيد الرؤى والتوجهات لدى المنظمات الدولية ذات الصلة بالشأن الثقافي خاصة فيما يتعلق بملفات التراث غير المادي وفي شأن السياسي أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في جميع المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازهار في البلدين الشقيقين والمنطقة كما استعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث شدد الجانبان على ضرورة تكتيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جدة وفاعلة لتحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفي الشأن اليمني جدد الجانبان دعمهما كامل الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن استنادا إلى المبادرة الخالجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 وأشهدها الجانب المصري بجهود المملكة ومبادرتها العديد الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية وإنهاء الحرب في اليمن ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن وأكد الجانبان دعمه لمجلس إلى القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكنه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن كما أكد دعمهما لاتفاق الهدنة الأممية في اليمن ورحب بالإعلان عن تمديده وثمن الجانب السعودي استجابة مصر لطلب الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة بتسير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وصنعاء ترجمة نانسي قنقر